اهلا بكم من جديد اوقفت دول البلطيق استيراد الغاز الطبيعي من روسيا واعلن رئيس الشركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا ان الغاز الروسي لم يعد يتتفق الى دول البلطيق منذ مطلع ايبيرل الجاري واشار الى ان سوق دول البلطيق يعتمد حاليا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الارض في لاتفيا في تسعينيات القرن الماضي انتزعت دول البلطيق استقلالها من الاتحاد السوفيتي ومنذ ذلك الوقت تعيش مراحل صعود وهبوط رصدناها في هذه القصة اذا كانت روسيا امامها فالبحر خلفها ومنه اكتسبت اسمان تنسب اليه دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا ولتوانيا حتى تسعينيات القرن الماضي كانت تخضع لسلطة الاتحاد السوفيتي لكن الدولة العظمى تفككت فانتزعت دول البلطيق استقلالها الجغرافيا تجمع الدول الثلاث لكن كل منها تنفرد بارث ثقافي مختلف ولكل منها لغتها الرسمية المعترف بها اوروبيا بحلول عام 2004 كانت الدول الثلاث منضوية تحت مطلطي الاتحاد الاوروبي والنيتو اندمامها هذا اشعل غضبا في موسكو لم يهدأ الى الان غير ان نمور البلطيق لم تكترث بمخاوف الدب الروسي ومضت قدما في توسيع اقتصادها في عام 2006 حققت نموا في الناتج المحلي الاجمالي تراوح بين 8 و 12% وبعد سنوات قليلة شرعت باعتماد اليورو عملة رسمية لها بيدان ازمة عام 2008 المالية كانت قاسية على نمور البلطيق ناتجها القومي انخفض بمعدلات تتراوح بين 14 و 25% ومعدلات البطالة فيها ناهزت 20% فكانت مقدمة لبدء موسم الهجرة الى الغرب لكن دول الثلاث لم تستسلم وكان خلاصها باجراءات تقشفية صعبة منحتها طوق النجاح رغم المخاوف من امكان قطع شحنات الغاز الروسي الى اوروبا اعلنت شركة الغاز الروسية غاز بروم ان خطوط الانابيب لا تزال تضخ الغاز تجاه الغرب المتحدث باسم غاز بروم اكد انه تم ضخ 144 ملايين و400 الف متر مكعب من الغاز الى اوروبا وهي الكمية القصوى اليومية المسموح بها بموجب العقود الحالية وهذا يعني ان الغاز لا يزال يتدفق عبر الاراضي الاوكرانية رغم الحرب وتهديدات الكراملين بوقف التدفق في حال عدم سداد المدفوعات بالروبل الجدل الاوروبي بشأن مقاطعة الغاز الروسي لم ينقطع منذ بداية الحرب في اوكرانيا فما ابرز المحطات التي مرت بها تلك القضية الشائكة الجدل الاوروبي بشأن الغاز الروسي ظل مستمرا منذ بداية الحرب في اوكرانيا لتعلن برلين في نهاية فبراير الماضي عن تعليق اعتماد مشروع خط نوردستريم 2 المخصص لنقل الغاز الروسي الى اوروبا تلك الخطوة كانت جزءا من استراتيجية اشمل فالاتحاد الاوروبي وضع خطة تستهدف تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وزيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة ومن بينها الهيدروجين وبالرغم من تلك الاجراءات الاوروبية الا ان موسكو اعلنت في منتصف مارس الماضي عن استمرار تدفق امدالات الغاز الروسي الى اوروبا والذي يمثل 40% من احتياجات القارة العجوز وبالتزامن مع ارتفاع وطيرة جدل الاوروبي حول الغاز الروسي دخلت واشنطن على الخط وعرضت زيادة امدالات الغاز الى اوروبا لايقاف خطوط التمويل الروسية بوتين رد على تلك التحركات باجبار الحكومات الاوروبية على دفع مستحقات الغاز الحالية بالروبل ليضع العواصم الاوروبية في مأزق كبار اوروبا باريس وبرلين اعلنتا انهما لن تردخال الضغوط الروسية ولن تسدد مستحقات الغاز بالروبل ووصفتها الخطوة بانها خرق للعقود المبرمة بين الطرفين من جانبه اعلن الاتحاد الاوروبي عن نيته فرض عقوبات جديدة على روسيا لكنه شدد على ان تلك العقوبات لن تمسق الطاعة الطاقة حتى لا تتأثر الاقتصادات الاوروبية بالخطوة اقتصاديا ايضا توقفت صادرات الحبوب الاوكرانية بسبب الصعوبات التي تواجهها عمليات النقل عبر سكاك الحديد وتتكدس العربات المحملة بالحبوب على الحدود الغربية للبلاد اذ يبحث التجار عن طرق تصدير بديلة عبر القطارات او موانئ رومانيا بعدما اغلق الغزو الروسي الموانئ الرئيسية المطلطة على البحر الاسود يخيم الغزو الروسي لاوكرانيا على الاقتصاد العالمي فخفض توقعات النمو يفاقم ازمة التضخم ويهدد العالم بازمة غذائية ستكون دول الفقيرة اكثر المتضررين منها كبح الغزو الروسي لاوكرانيا فرص انتعاش الاقتصاد العالمي المتأثر اصلا من جائحة وباء كورونا منظمة التجارة العالمية خفضت توقعاتها لنمو العالمي الخاص بالعام الجاري بمقدار النصف تقريبا من 4.7% الى 2.5% كما ان الاثار المباشرة لانخفاض التجارة مع روسيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها اثرت على ثقة الاعمال التجارية والمستهلكين واسواق السلع وفق التقارير الاقتصادية الحرب الاوكرانية فقامت ايضا التضخم المرتفع اصلا حيث بلغ مستويات قياسية خاصة في منطقة اليورو بواقع 7.5% مع توقعات بتخطي هذه الزيادة 10% تلك التداعيات رفعت اسعار المواد الغذائية مع توقعات بنقص الامدادات الغذائية في الدول الفقيرة خاصة مع احتمالية تعطل محصول الحبوب وتوقف الصدرات الاوكرانية كما تسببت الحرب في ارتفاع اسعار الطاقة الى مستويات قياسية وقد تتفاقم الازمة بسبب العقوبات الغربية ضد قطاع النفط الروسية فضلا عن احتمالية ان تقطع موسكو امدادات الغاز عن اوروبا قال المستشار الاقتصادي للرئيس الاوكراني ان بلاده تتوقع تلقي 400 مليار دولار من الاصول الروسية المجمدة المسؤول الاوكراني اضاف ان هذه الاموال ستذهب الى ما يسمى صندوق استعادة اوكرانيا كما قدر مستشار زيلنسكي خسائر اوكرانيا اثر الحرب الروسية بتريليون دولار وهذا رقم قابل للزيادة وفق قوله في الاثناء قالت بولندا ان على الاتحاد الاوروبي مصادرة ممتلكات روسيا والاوليغرشيين لان ما يحدث الان مجرد تجميد الاصول فما الذي نعرفه عن هذا المصطلح تجميد الاصول عقوبة اقتصادية لطالما استخدمتها الانظمة والدول الغربية وايضا الامم المتحدة ومجلس الامن يشير تجميد الاصول الى حظر الحسابات المصرفية وغيرها من الاصول المالية للاشخاص او الدول او الكيانات المدرجة في قوائم قانونية لدول غربية كالولايات المتحدة وكتل الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة من الدول الرائدة في توظيف تجميد الاصول كعقوبة اقتصادية وتستخدمها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واشنطن دفعت الامم المتحدة الى فرض عدد من الاجراءات تتضمن تجميد الاصول على اكثر من 180 دولة من حول العالم في الاتحاد الاوروبي هناك ما يقرب من 20 نوع من العقوبات التي تتعلق بتجميد الاصول كما ولمجلس الامن فصول خاصة من العقوبات حول تجميد الاصول في الاولة الاخيرة لجأت الدول المعاقبة بتجميد الاصول الى اكثر من طريقة لتقليل اثارها السلبية منها انشاء شبكة وهمية من وسطاء الخارج ونزع مشروعية العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وخلق بدائل تجارية باستغلال الخلافة بين الدول